الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث عن آراء الشيخ الإمام العلمية في صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه بضاعة الإمام الغزالي الحديثية نقل بعض الفضلاء عن الغزالي قوله عن نفسه بضاعة في الحديث مزجاه ومن ثم أدخل التهوين والغض من كتبه في قلوب قرائه غير المميزين للأمور وأضر بهم ضررا كبيرا وفي مجلس مع شيخنا ذكر شرح إحياء علوم الدين لمحمد الزبيدي إتحاف السادة المتقين وأثنى على تخريجه أحاديث الإحياء تخريجا عجز عنه العراقي في بعض المواضع من الأحاديث الغريبة قلت هذا يدل على سعة الغزالي في الحديث فكيف يقول عن نفسه بضاعته في الحديث مزجاه وقد وجدت مرويات كثيرة عنده هي عند ابن أب الدنيا ونحوه قال رحمه الله هذا تواضع من الغزالي ما كان العلماء يقولون نحن كذا نحن كذا لكن تلامذتهم جاءوا ووصفوهم بتلك الصفات قال مشى الغزالي على القواعد في رواية الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة في الفضائل وروا في العقائد الأحاديث الصحيحة أقول الآن أنا كاتب السطور إن الغزالي عالم بشروط قبول الحديث وهو مؤلف مرجع عظيم في أصول الفقه هو المستصفى وفيه بحث كبير في السنة وشروط العمل بالحديث وقد وجدت أحاديث كتبه في مراجع ابن أب الدنيا وأمثاله فمنها ضعيف لأن رواية الحديث الموضوع لا تحل فما أظن أن يكون في رواياتهم شيء موضوع قال شيخنا رحمه الله ذكروا أنهم وجدوا تحت وسادته بعد وفاته ورقة كتب فيها الآية وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين والحمد لله رب العالمين